أما ستحب لنا من الوسط .. طيبة لاعبين وقتلنا نزوم كاتوصاوية السلام عليكم أصدقائك مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بالتحليم مباراة ريال مادردو تشيلسي المرحبا اماما بافترنت لكم بجوعة الفيديوهات اليوم فيديو قبل المغرب وموقفو المغرب فيديو قبل المغرب هو هذا خاص بالتحليم مباراة ريال مادردو تشيلسي مباراة لها ستيش فيها كيف حيث أحاول ريال مادردو كيف اخترق ريال مادريد تشيلسي وبعد الافتار سوف يكون هنا فيديو خاص براهيم دياز كيف تلاعب دوا محرك ديال ميلان فبالما نطول عليكم دوا على بركة الله تشيلسي كان كفرق مدافع ضد ريال مادريد كان يوقف بالخطة خمسة ثلاثة جوش في الحالة الدفاعية كان يوقف بعد طريقة خمسة في الخط الخلفي ثلاثة في وسط الميدان و جوش كان يبقى بالفوق جوش المهاجمين لانشوفوا الدور لهم فريال مادريد في البداية كان يبقى باللعب عن طريقة ثلاثة هاللاعبية و جوش اللعبين في اللقس إضافة إلى الدهية الأيضر كان يبقى باللعب عن طريقة ثلاثة آفوا هنا بعضSA كارفاخر كان يزيد شوية نقوم به و كان فيما فينك يضاف لدها تنائي اللاقس و لكن متوسطة ميدان تدوز اللقطة متوسطة ميدان في منزل ريال مادريد كان يزيد و يتقدموا يعني يقضون لفوق و يوقفون مع المهاجمين ففي السنائي المهاجمين يسمى انه ستيرلينك وخوا فيليكس لم يكن تغطوهم على اللاعبين بحكم ان اللاعبين متوسط الم ميضان ريال كانوا الخروط ومقفوا فقط مع توني كروس ومقفوا ببناء هذه 3 اكبرينه بحكم انه لا يعني انا لدينا ضغط من طرف الخصم ولم يكن تغطوهم على اللاعبين التي كانوا يكون اللاعب ولكن تقدم الكرة الى وسط الملعب صعب على ريال مادريت بالتالي ريال مادريت كان باعة الأطراف وفي المنطقة الأيمن وفي المنطقة فالتغطية على توني كروس لا كانت بطريقة التي يمزينه وقابل المهاجمين تشايسي الذي قلناه هو راحيم ستالينغ وكذلك هو فليكس الذي لم يكن يغطيه على اللاعبين الذين يبنيوا اللعب ميليطة والألاباء فالكورة كانت تغطية عن توني كروس كذلك ريال مادريد حتى بعض المثالات القصيرة بين اللاعبين خصوصا ما بين الطاهر والجناح ومتوسط الميدان تغطية التغطية القصيرة على أنه يعمل مشاكل بالتشايسي ولكن أهم شيء قام بها ريال مادريد هو أنه يعمل الكتافة اللاعب في المنطقة معينة مثلا الكورة تشيئ إلى الجهة اليسرى الكتافة اللاعبين يكونوا فضل هذه المنطقة بالتالي اللاعبين تشايسي كاملين يتسحبون هذه المنطقة ويجعل في الجهة الأخرى يجعلون لاعبين واحد اللاعب لا يظهر في الصورة التي هو رودريك والجناح الأيمن وكذلك الظهير المعمر في الهاتف كما تلاحظون ولكن الكتافة اللاعب يكون في المنطقة الزرقاء فعقل على هذه النقطة مزيدة لأنه يكون لدي أدور كبير في التحول في النتيجة المباراة يجب أن تتكلم على اختلاق آخر وديك سعر الجهة لأنه في الكثير من المنطقة هنا الكورة عند فالفيردي يقلب الكورة إلى الاتجاه الأيمن عن الاتجاه رودريكو أنا أعتقد رودريكو لأن الصور لم يوضحه جيدا في القنز ولكن رودريكو رودريكو بالتالي هذا اللاعب أو الظهير تشايسي يخرج عنده رودريكو وبالتالي هنا أتخلق واحد تارة لا يستغلها ريال مادريد هنا أتخلق واحد المساحة بلتين دوزون اللقطة أتخلق واحد المساحة ما بين قلدي الدفاع وما بين الظهير بالتالي هذا المساحة سيستغلها كاملة في الفيرديل الذي اعطى الباص في الأول وما سيقوم بجريب المساحة وبالتالي هنا سيكون واحد اختلاق بالنسبة للريال مادريد فكذلك ريال مادريد استغل النقطة هذه ولكن الأهم هي النقطة التي ستعرض لها قليلا دوزون رجعوا بعد اللقطة الأولى التي تكلمنا عنها لأن هذه كانت دور كبير في التحول من المباراة لن نتوقف كما تجد أن الظهير الذي توجد في هذه المنطقة وبعد ذلك كثيرة إلى الجهر اليسر وكثرت كل كثيرة اللاعب في الجهر اليسر كما رأينا في اللقاطات السابقة هنا هذا الظهير هالك يستلم الكرة وهو كارفاخل هنا أعتقد كارفاخل يستلم الكرة لأن الوقوف على ما أعتقد أن هذا التحول بالنسبة للشيسي بالنسبة للشيسي لا يمكن أن تتكلم اللاعب الآخرين لا يمكن أن تتكلم الصيد لم يكن تسحب على كتافة اللاعب التي تكون في الجيل الأخرى فبالتالي الإمكانية لتحول اللاعب من الجيل اليوم عن طريق مباشرة من توني كروس إلى رودريغو وكانت غير ممكنة بسبب الوقوف وكانت كراقة دائما رودريغو بهذه الطريقة لم يكن تسحب على زوندوجو فهذا أحسن خيار كانت نسبة ريال ماضي الخيار المتاح هو كارفاخل الذي يكون فهلا يدخل على أنه يعمر المنطقة الهاتفة وبصراحة الوسط الجيل سي عاني وعنى كثيرا هنا بعد أن كارفاخل كارفاخل يدخلون مهاجمين فينسوس وبنزيمة في الجيل الأخرى من كتافة اللاعب يعني الجيل الذي يكون في اللاعب مصحوبين ويدخلون أن يستلمون العرب الذي يكونوا في الهاتفة الوسط الجيل سي عاني وعنى كثيرا هنا ثلاثة اللاعب في وسط الميدان وبالتالي ريال مدر يفتح الملعب بالعرض وبالتالي هنا ثلاثة اللاعب الذين كانوا في وسط الميدان بالنسبة للتاسي اعانوا وعندما كانوا متفرجين في اللعبة تنسوس يعني الكرة التي قمت إلى الجيل اليوم كتبت إلى الجيل اليوم كتبت إلى الجيل اليوم يعني من المنطقة إلى المنطقة وبصراحة كان خيار خاطئ من المدرب لأن ثلاثة يكونوا في وسط الميدان ريال مدر يفتح الملعب وبالتالي لا يفتح الملعب فنرى لقطة أخرى هنا كما نلاحظ الكتفة اللاعب في الجيل اليوسر ومن بعد أن ريال مدر يفتح الكرة إلى الجيل اليوسر تتحبوا كل من اللعب بالتالي هنا من بعد أن الكرة قمت إلى الجيل اليوم هنا خمال بيزر من كارفاخل ومن بعد أن تلققوا إلى تلك الكرة هناك كارفاخل مع غرفة كتبت إلى جيل اليوم وكل الأسئل بلحاب السحب ELG لا يوجد لا يؤدي في جيل اليوم هناك كارفاخل التي تصل إلى الكرة ومن بعد أن تصل إلى الكرة هناك كارفاخل التي تصل إلى الكرة هناك كما انا لقد تنظر ومع الوصف مهمة بانسيما وفينيسوس كما تلققوا هنا سأتصبر العرضية بطريقة مزعة من كارفاخل وثلها كارفخ المعمل الهاتف وهو ثلاثة ديال اللعبة متوسطة في الميدان او متفرجة الكورنة المشترى اليوم يتبعون معه الهاتف يتبعونه اطلقته قليلا هنا الثامن العرضية هنا الثامن العرضية الفوق هنا نيسوس غير نسل وهنا سيأتي الهدف الاول بالنسبة الريال الماضيد وهذا المفتاح الذي كان لأن الريال الماضيد قدره فشفتوا كيف كان السر وراء تسجيل هذا الهدف ومع الكثير من التهديد من هذه الطريقة ولكن الجميل هو ان الريال الماضيد لا تقصص على هذه الطريقة فقط نرى اللقطة اخرى نفس اللقطة كما لاحظنا في اللقطة السابقة الكتافة اللاعب في الجهال يسرى هنا الكورة سيأتي الى الجهال اليوم عند كارفخال المضيطة هنا كارفخال المضيطة سيأتي الكورة هنا لا تخلق مع فنوسوس لأنه سيستلم العرضية هنا كارفخال لا يوجد لعب لأنه سيستلم العرضية سيأتي الكورة الى الجهال اليوم كيف قلنا في الأول كان يقوم بطريقة الهيام لا يجعل اللاعب المباشر هنا الكورة سيأتي الكورة هنا سيأتي تسمى المثلات التي سأتيت عنها في البداية سأرى كيف سيأتي كارفخال سيأتي اللاعب لكي يجعله كارفخال كارفخال كما نلاحظه في المشاهدة وهذه فكرتني بالمنتخال مغربي سأتكلم عن الهجوم منتخال مغربي هنا من بعد ما تبقى له كارفخال الخدال هنا سيأتي الكورة هنا لاعب آخر سيزيد من لعب المتوسط الميدان هنا سيأتي فقط ما سيأتي فقط هنا سيأتي فقط لكن الشعب تزيد الكورة ذات بأربما بسرعه هنا سأ Garrity ومثارة آخر ستتجد الكورة هنا الع intimاث البدء ما هو اللعب تسعب لنا من الوسط؟ اوه من اللعبين اوه من اللعبين تسعب لنا من الوسط و قتل لنا زوجته و هو احد اللعب اخر يبقى لنا من وسط تياد تيسي و الكرة بعيدة لكريم بن زيما فشوفوا الاخوة كيفية هذه النقطة كانت لعب بزاف بالنسبة للريال مضيطة و الجميل هو انه نوع فيها وتفنن في النقطة الضحف التي تتعين تيسي تيسي حاول انه يوسع وسط الميدانه لانه في الاول كان في حالة ضيقة في هذه اللحظة حاول انه يحارب ذلك النقطة الضعف و لكن ريال مضيطة يدخل لعب اخر من الاجنهة مع لاعبين وسط الميدان بالتالي هنا فالفيردا يقوم بالدور الكارفاخر و كارفاخر و ألا يعمل لا يقوم باسترودري يقوم لعبين الوسط الميدان هنا فالفيردا جابا تسعب كارفاخر جابا كارفاخر بالتالي انه تتناول نقطة هذه التتناول الاختراق في الخط الوسط بالنسبة للشيسي كما تلاحظون هنا زائد بما أن فالفيردي جاء مع تشيلول يمكن أن تشيلول على قسبة القادية وحاول أنها تعالج هذه المشكلة هنا فالفيردي قيمت دور الكارفاخل جاء مع تشيلول كما قلنا سابقا هنا سوف يتكلم لأن اللاعب اللاكس هو الذي سيغطي على كارفاخل في حالة استلام الكرة أنا أريد أن يكون اللاعب المباشر ممكن بما أن كارفاخل لا ترى اللقطة السابقة يكون تشيلول يكون مراقب رودريغو أنا كارفاخل سأستلم الكرة بالنسبة للنقطة أنا اللاعب اللاكس هو الذي يخرج لأنه يغطي على كارفاخل وبالتالي هذا اللاعب الذي هو رودريغو الذي هو الجناح الذي قادره لأنه يخترق الخط الوسط بالنسبة لتشيلسي سيخترق الخط الخنفي بالنسبة لتشيلسي يعني يخترق الخطوص دقة واحدة وفهجمة واحدة كما كنا لاحظون بحكم أن هذا المساحة بين اللاكس بما أن تشيلويل كان متبس عن طريق فالفردي فالإخوة وصدنا هذا الفيديو كنتمنى على أن يكون الفيديو لا يعجبكم انطلقوه في موعد آخر مع الفيديو الخاص براهيم دياز لحركة الديناميكية فلا تنسونا بالدعم لكم انطلقوه في فيديوات المقبلة إلى اللقاء